بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الأولى استخدام بعينات التكاليف في اتخاذ القرار القرار الثالث قرار المفضل بين الشراء أم الصنع Make or buy decision Insourcing or outsourcing يعتمد هذا القرار على مقارنة تكاليف التصنيع الداخلي مع تكاليف الشراء من الخارج واختيار البديل ذو أقل تكلفة مع مراعاة تحديد التكاليف الملأمة وأخذها في التحليل واستبعاد التكاليف غير الملأمة ومراعاة أيضا تكلفة الفرصة البديلة إن وجدت في التمرين مثال على قرار المفضل بين الشراء أم الصنع شركة أبها المتطورة والمتخصصة في إنتاج مستلزمات الدكور تنتج العديد من المنتجات ومن بين هذه المنتجات فيتنتج إطارات صور وتدرس قرار التوقف عن إنتاج هذا المنتج وشراءه من شركة أخرى تقوم بتصنيعه لها من الباطن مقابل 14 ريال للإطار الواحد يبقى لو بنشتريه من بره نشتري الإطار ب14 والشركة تتولى الآن تصنيع عشر تلاف إطار سنويا والآتي المعلومات التي توفرت لديك عن تكلفة التصنيع تصنيع الإطارات التي تحتاجها الشركة سنويا الآن تكاليف التصنيع على مستوى الوحدة المواد مباشرة خمسة وجور مباشرة ثلاثة قوة محركة اتنين وجور مشرفين واحد إهلاك الآلات أربعة تكاليف إضافية مخصصة ثلاثة إجمالي التكاليف للوحدة وهنا عايزين نصنع أصلا كامل مفروض تصنيع كام تصنيع عشر تلاف وحدة أو عشر تلاف إطار فالإطار الواحد أو الوحدة الواحدة 18 وفي حالة اتخاذ قرار بشراء إطارات الصور من الشركة الأخرى من الباطن يمكن استخدام التجهيزات الآلية والطاقة المستخدمة في إنتاج إطارات الصور في إنتاج منتج آخر من مستلزمات الدكور سوف يحقق أرباح سنوية إضافية مقدارها 25 ألف ريال يعني لو قررنا أن نشتري من بره ونتوقف عن التصنيع الآلات والمعدات والتجهيزات التي كنا نستغلها في التصنيع هنوجهها لإنتاج منتج آخر المنتج الآخر ده هيحقق أرباح سنوية 25 ألف هنا يجي الفرصة البديلة أو أن نحن نأجر المساحة للغير مقابل 30 ألف ريال شهريا طبعا شهريا يعني أضرب 12 عشان أشوف في السنة كام عشان أحسبها سنويا زي الربح يبقى الربح اللي بيجي من المنتج الإضافي 25 سنويا لو أجرناها للغير بيجي 3000 في الشهر أضربها في 12 عشان يكون دا أو دا أيهم إيه أكبر بصفتك المحاسب الإداري للشركة بماذا تنصح الإدارة الحل تكلفة الفرصة البديلة لبديل الصنع إما إنتاج المنتج الجديد والذي يحقق ربح 25 ألف ريال سنويا أو تجير المساحة الغير بمبلغ 3000 شهريا أي 3000 في 12 شهر يبقى 36 ألف يبقى الفرصة البديلة هنا اللي احنا حنحددها إما 25 ألف أو 36 ألف أيهم أكبر أيهم إيه أكبر يبقى دي تكلفة الفرصة البديلة مع ملاحظة أن هلاك الآلات تكلفة غارقة لا يمكن تجنبها وكذلك التكاليف الإضافية المخصصة يبقى البندون دول الهلاك والإضافية المخصصة لا تأخذ في الاعتبار لأنها تكاليف لا يمكن تجنبها غارقة يعني غير ملأمة للقرار غير ملأمة للقرار بعد كيف نعمل التحليل التالي البديل الأول حالة الصنع مع عدم تأجير المساحة للغير نحددنا أن تأجير المساحة أكبر من إنتاج المنتج الجديد وبالتالي هي دي الفرصة البديلة يبقى لو هنصنع مش هنأجر أو نشتري مع التأجير البديل الثاني الشراء مع تأجير المساحة الغير تكلفة الشراء بشتري الوحدة الوحدة بـ 14 وأنا عند 10,000 وحدة عايزة أشتريهم اللي احنا بنصنعهم حاليا يبقى 140,000 المواد المباشرة 5 في 10,000 50,000 الوجور مباشرة 3 في 10,000 30,000 قوة محركة 2 في 10,000 20,000 وجور مشرفين 1 في 10,000 يبقى كام 10,000 هنا فيه بندين ما تحطوش الاهلاك لم يوضع والإضافية المخصصة التكاليف الإضافية المخصصة البندين دون نقنعهم مش هنحطهم لأنهم تكاليف غير ملأمة للقرار يبقى نجمع التكاليف الملأمة مجموحها 110,000 وتكاليف الشراء 140,000 لو ما فيش فرصة بديلة لو المسألة المعطيات متوقفة لحد هنا يبقى أني بديل أفضل الأقل لتكلفة اللي هو المية وعشر ألف لكن في حالة وجود تكلفة فرصة بديلة اللي كان عائد التاجير 36,000 تقول لي العائد التاجير ده بيجي مع البديل التاني نقولك ده مع البديل التاني تاجير المساحة للغير ده عائد ييجي طب لو أنا ما أجرتش وروح تصنع يبقى ده عائد مضحة به يبقى الفرصة بديلة عائد مضحة به يبقى يتحط مع إيه بديل الصنع لإن أنا ضحيت وما أجرتش لإيه المساحة واجمع المية وعشر ألف مع ستة وتلاتين ألف يبقى مية ستة واربين ألف والمية واربين زي ما هي مية واربين ألف يبقى القرار هو شراء مع تاجير المساحة للغير لأنه يحقق وفر الفرق هنا وفرنا كان ستة ألاف ريال ترجمة نانسي قنقر